إن كنت قويا عليها فيجب أن تتنبه أن الذي أحلها لك بكلمة أقوى عليك منك عليها ده تهديد ومعنى التهديد ده من الله لنا إيه قال ده صنعتي وأنا اللي خلتك تاخدها بكلمة زوجني زوجتك مش هي كده المسألة ولا إيه فأنا مدام أنت ملكتها بكلمة مني يبقى أنت ما تتعالش عليها لأنني زي محميات حقك بحمي إيه لأن ما فيش واحد منكم أولى بي من الآخر لأنني كنت الاثنين صنعتي وأنا عايز الأمور تهيه تستكت ترجمة نانسي قنقر شكرا